هاي كيف الشباب ماكوس باركلابتك اليوم رحت بدي شوف اذا فيه عمل خط طبيعي الامريكاني رومنج يعني انا بدي سافر فيه بدي اقدر استعمل ذات الخط اللي عندي ابعت ميسجز استرلم تليفونات متل ما انا معود بواتا كنت باللبنان او حتى واتا كنت بالإمارات كنت واتا كوندي خط دغري عمله رومنج انترناشنلي لحتالي ما بدي كل مرة كلمة سافر عبلد الشي خط جديد فاتصلت بشركة اي تي انتي وقلت لهم سألتهم اذا هم يبيعطوا خدمات الانترناشنل ردت علي واحدة قلت لي اي اه اكيد نعمل احنا خدمات انترناشنل لدينا انترناشنل رومنج فيك تشترك فيه قلت لي عظيم فيه اسعمة الفون في لبنان قلت لي اه ما بعرف اللي فيه قلت ليه هو انه الانترناشنل اللي احنا بيغطي كندا والمكسيك كندا والمكسيك هذا هو اللي يعتبر الانترناشنل بالولايات المتحدة من شان الرومنج وباخبار غريبة بعالم الفيديو جيمز في واحد جيم ديفلبر عمل لعبة سريعة فيكن تلعبوها على الانترنت براوزر اسمه سموكينج سيميولايتر سموكينج سيميولايتر هي عبارة عن موظف بقلبي شركة بضلبي توتر والهدف هو انه تخلو يدخن سواجير لحتالي يريح من التعصيب تيه احضرت لكم الرابط تيه في دسكروبشن شوفوا جربوه خبروني شو رأيكم انا بصراحة لقيتها كتير غريبة حتى كلابت اندي من خلال البحث اللي كنت عم بعمله اليوم وصلت على القناة تبعت VGS اللي هي VideoGameStations.com ولقيت مقال لأطلع عيني شكله نزل ليك للكفر تبع كانت لعبة كتير قوية وفي كتير صحفية سموها Game of the Year انا بصراحة لقيتها كتير حلوة مما انه كان عندي شوية مشاكل فيها لكن لعبة فعلاً كانت قوية وبتستاهل كل النجاح اللي طلع ليه هلأ دسونور 2 صلى بثزة فترة عم تشتغل وما كانت عم تنزل اي خبر عنا هلأ نزل اخبار على الانترنت انه معقول تنزل بنوفمبر 2015 بعد في وقت كتير قبل ما نتوقعه بس بالقليلة صار في عنا مثل نظرة سريعة على الكفر اللي يمكن ما يكون نهائي بس بالقليلة منعرف انه بثزة فترة عم تشتغل عليها جدياً وصار في فكرة على شو ما معقول كفر يكون شكله مع الاسم على اللعبة دسونور 2 خبروني هلأ انتم حمسين على دسونور 2 اللي بيعرفني بيعرف انه انا Mass Effect واحدة من احلى الالعاب اللعبهم بحياته Mass Effect 2 و Mass Effect 3 صحيح يمكن ان يكونوا شيء فضيع وكان يكونوا احسن بكثير بس فعلا التريلوجي ماتفاكت 1 و 2 و 3 من افضل الالعاب لانه لعبه وصلي فترة طويلة ناطر بايووير ينزلوا خبر عن الماتفاكت الجديدة بأي 3 اللي صار من شهرين اي اي فارجوا مثل الفيديو سريع يفارجوا الناس يشتغلوا على الماتفاكت الجديدة ورسمات عن كواكب معقولة تزوروا خلال اللعبة وconcept art in general الآن بيطلع خبر انه بايوير اخيرا سيبدأوا يتحدث عن الماتفاكت الجديدة ونقوا يبدأوا يتحدث عنها خلال كومي كون اللي حصير في سان دياجو 2014 هذه القصص يجعلكم تفكروا موجودين لنشان الفيديو جيمز الآن اصدارات الفيديو جيمز تحدث عن كومي كون خلال سوث باي سوث وست اللي ما خصصوا بالفيديو جيمز بس والله بقلبوا كتير بوب كولتش فصارك يتحدث عن الفيديو جيمز ويصير كثير صعب لانه تغطية شاملة للفيديو جيمز حول العالم لانه ما بقى في معارض خاصة فقط للفيديو جيمز هناك اكيد اي 3 و جيمز كون مثل ما نعرفه او توكيو جيمشو او باكس اس بس كمان هلا اصدار مكان بيكون في معارض لملتي ميديا معايا عن كوميكس او فن او اي شيء والمؤسف هو انه اكبر عدد من الجامرات يتواجدون بي اي 3 او معارض مثل اي 3 و جيمز كون و عندما يكون هناك اخبار عن فيديو جيمز جديد في كومي كون المحزن هو انه 3 و 4 الناس الذين يذهبون للانيمي للكوزبلاي للكوميكس ايه في منه جيمز كون مثل ماسفاكت لماذا بيعملوها بجيمز كون لماذا بيعملوها بجيمز كون لماذا يتغطي من هذا الجمهور اكيد مثل ما انا كنت اقول هناك جيمز بين الناس بس الفكرة تحت هيدا مش للفيديو جيمز لماذا لا يعملو اصدار حصري خاص خلال كومي كون مقتبس عن عالم ففيه تفهم لماذا معقول يكون نعرض بكومي كون ليس بمعرض فيديو جيمز بس ماسفاكت الجديدة اللي هي اللعبة من الوحيد اللي انا منتظرها للعبة بصراحة انصدمت انه بايوير اختاروا كومي كون اللي احتيالي بلش يحكو عن تفاصيل عنا للعبة ارزة هلا عم بتأمل انه يكون فيه لايف ستريمينج للعرض او بالقليلة يكون فيه فيديو يحطوه بعدين من شان اقدر شوف عن شوحك وهونيكي لانه محكم متواجد انا خلال كومي كون وهذا شي لقاله كتير محزن كالعادي احب اتشكر كل المشاهدين احب اتشكر كل ارائكم وكل ترجاعكم لقلنا مثل عادة انا دايما بيصلي التعليقات عدوكم عم بقراهنوا بمبص كتير انه انا عم شوفهم وصحيح انه يمكن انا ما عم برد على كل واحد منكم على صفحة اليوتيوب بس كل ما يكون في عندكم سؤال انا بوعدكم انه هجيبكم عليه مباشرة على الفيديو اللي عم بعملكون اول تعليق بدى اتطرق له من الاخ علي احمد اخ علي شكرا كتير لتعليقك انتبهت انه بالتعليق انت بتسألني اذا ارجع للملون اخ علي انا بصراحة عم بحاول هذه الوسيلة الجديدة بالاسود والابيض لانه اعتبر ان الحديث بيني وبينكم بيعتمد اكتر على الصوت ودي وقت ان تكون عم تبرموا بين الفيديو يبين هذا الفلوك تابعي مدرول بس تطلعوا على العنوان فيمكن انا بعتقد برأيي هو الفيديو الوحيد اللي عم بيكون اسود وابيض فعم بحاول فيها لحتالي شوف بركة بتزبط هاي دي فكرة بتزبط يمكن تزبط يمكن ما تزبط محاولة بس انا بصراحة عم بتسلل الاسود وابيض هلا وعم شوف شو معقول للنتيجة تتكون على الحالتين شكرا مجددا لمشاهدتك وخليك دايما عم تتفك لنا ارائك بالتعليقات اول ما كامت تتواصل معي على السوشيال ميديا عندي تعليه كمام الاخ محمد المقبال اللي لازم انا اضطرق له اولا شكرا كتير اخ محمد انا وقتا كان قصدي انه اكس بوكس 1 عم يجيب قصة الدمو اللي حتالي نزلوها صحيح انه هلا اكتر ناس اللي سيتسفيد منها هي الادية ات اكس بوكس ما عم بحاجك بهذا الموضوع بس فكرة انه يعملوا اتاتشمنت دمو للعبة ان كان للاندي جيمز او لتريبل اي جيمز منو ابتكار جديد خارج ينحكي عنه هذا اللي كان قصدي قوله الفكرة كتير حلوه و اكيد الاندي سيتسفيدوا منها لحتالي يصير انتشار اكبر بكتير للجيمز بس فكرة انه يكون في دمو منى فكرة جديدة و متواجدة ان كانت الالعاب الاندي او اللعاب التريبل اي ان شاء الله قدر تكون موضح ما كان قصدي و شكرا كتير لمشاركتك معي بالحديث انا عم بمبص كتير عم بعملون لهذه الفيديوهات و ان شاء الله بدي دل عم بعملكون يومي يومي ادمى فيه لحتالي يضل فيها الطريقة اندام ان يتواصل مع بعض بدي اعمل جيفوه يكون ضخم بدي اول جيفوه بدي اعمله هو وقت انوصل ان شاء الله على 3000 سبسكرايبر بدي اعمل جيفوه بدي اعطي فيها جيمز اكسيس بدي ابلش فكر بالجيمز اللي بدي اعمل فيهم جيفوه اذا انتعالكم النصايح تركوه الياه بالتعليقات خلييني يشوفها فان شاء الله هو وقت انوصل على 3000 سبسكرايبر بدي اعمل فيها من هلأ الوقت هكونا عم تشتغل ماذا هنالعاب اللي بتعمل فيهم جيفوه ويصير بتناقش معكم لحتالي اعرف شو اكتر علعاب انتم متحمسين عليها لحتالي حتى بالجيفوه شكرا كتير لكل دعمكم لكل تشجيعكم لكل تعليقاتكم لكل مشاركتكم معنا على الفيديو لجميع المشاهدين بتشكركم كتير ان شاء الله نحنا هنضل معكم كل يوم بفكرات وفيديوز كل يوم هنضل عم تتواصل مع بعض بتمنى لكم نهار سعيد وهي الجيمير صالوت من لقلكم